السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الجلسة الأدبية معنا في شعر الملحون بن عربي عبد القادر سيدي مرحبا بك مرحبا بكم في هذا البيت المتوضع وأهل واسهل بكم بن عربي عبد القادر شعر نكتب قصية شعرية متى كات بدايتك مع الشعر؟ بدايتي مع الشعر الملحون يعني كتبت على الوطن وكتبت على الانشغالات كتبت على الشهيد وكتبت على الفلاح وكتبت على عيدة أمور جميع جدا بالعربي عبد قادرها الشعر في شعر الملحون يكتب عن الوطن ويكتب عن الصورة ويكتب عن الاستقلال يعني يمكن نسمع منك أول قصيدة اللي كتبتها عن الوطن كتبت قصيدة على عيد الاستقلال نقول بعض الأبيات نقول أحتفل يا شعبي بعيد الاستقلال فجر الحرية يشرق على الوطن تحقق النصر اليوم على الاحتلال بفضل الإله والأبطال الشجعان ولولويا نسوان في المدن والجبال لتحرر ذا الوطن من خزيط طغيان غنوا وفرحوا اليوم مرتاح البال تنشف دمعت العين بكت من لحزان خمسة جويلية تاريخ كتبوها الأبطال بالدماء الطهرة سالة ويدان دمث ثورتنا سبع سنين يكمال في الجبال الشام خان ورودو خان لا طيارة لا يشار عندهم في القتال بالنية والصدق برهنوا في الميدان ياجون دي يرفع رأيات الهلال نجمة وسط وحمراء من البعدة بان هذا رمز علامنا يا ذي الأجيال من أجل ضحاو علي الشجعان جميل أن نسمع كلام من بناربي عبد القادر يتكلم على الوطن يتكلم عن استقلال وخاصة استقلال جزائر كانت تاريخ خمسة جوليو وهذا رائع جدا يعني إذا كتبت قصائد أخرى عن الوطن وعن الشهيد عن الشهيد كذلك كتبت قصيدة عن الشهيد روحت زرت مقبرة الشهداء وشفت الشهيد حبيت انبلغوا باللي الوطن انتعك كيف هراه نقول يا شهيد نام في قبرك ورتاح يا شهيد نام في قبرك ورتاح كون مهني بابا وطنك استقل على مناء عالية رفر فوق أسطاح وطنك تحرر ما بقي محتل التاريخ كتب دمك رهوساح على هذا الأرض الطيبة صحران متل رفاقك ما زاله دوي في الجراح واللي جرحه عميق لله انتقل كين اللي ضعله رجل وضرعه راح كين اللي مش شوف راه متعطل واللي بقي صحيح ارجع للسلاح مرة ثانية قال ما نحملش ذل الشعر بالعربية تقدر أكيد بأنك كتبت قصائد أخرى خاصة قصائد اجتماعية عن اجتماعية يعني ما هي القصيدة التي أنت بسدد تحضيرها قصيدة على الفلاح الجزائري ونشكر كل الفلاح الجزائري على مستوى القطر الجزائري يحيى الفلاح نقول في خاطر الفلاح وكتبت عليه قصيدة نقول يا فلاح أحمد ربي واش أعطاك يا فلاح أحمد ربي واش أعطاك استحسنت بالخير استحسنت بالرزق وفعبها الخير رب العالمين سبحانه وغناك في عامك واللي تكسب رزق كبير بكرية حصراه وللعمر أنساك لا سكنا لا طريق عايش تحت غبير مهم ومهم مغبون من يحسن اشقاك عايش في الرياح بفلحة الحمير مهم ومهم مغبون من يحسن اشقاك عايش في الرياح بفلحة الحمير حبك للواطن حبك للأرض حبك للأرض والفلاحة ربي قواك جهدك كالمجهد في جبات التحرير ناظل يا فلاحة ربي راه أعطاك شأنك راه على عند الرئيس والوزير رئيسنا كريم راه اليوم أعطاك ما ميز شي بين الغني والفقير سهل لك في البونكة والديت الشاك بلا معرفة لا رشوة عند المدير كلمنا عني في الكواليس بأنك كتبت قصائد عن الشباب بالشباب الحالي وتقليد الآمى وتقليد ما وراء البحر ماذا تقول نقول فطنوا يا العرب منهم من الغدار ستين سنة رقواد أعلى من نتكل ربي ناذي الجيل فرغ من الأفكار ما يخمم كيفاش يبني المستقبل شوف الأرض بقاترة هي كله ببار شابنا ما في القهاوي غي يتكسل في يدو بورطاب الغالي في الأسعار ما هو تاجر ما يخدم مقاول ما هو تاجر يتصل مع التجار يسأل على السلع وانتا توصل ما عندوش أحباب غادي يشق بحار ما توحشهم كثير مقيا بمطول ما عندوش حتى بحذانة في الدوار ما قيل فرغ الخوة عليهم ميت كل ما تهل في شعرهم ما يقيسوا غبار ونواضر على الجبهة كولارك حل واللبسة مزيرة فيها كل نوار ما تفرق شي بين الطفلة وطفل يا ربي يا إلهي كانت السطارة دي هذا الجيل وللأصل ترجمة نانسي قنقر